مدام عزة أسهل الطرق المشكوئيات كثيرة وسهلة بس أنا معلم أنا عمري في حياتي له ربي بقرش واحد حلال يصل بقرش واحد حرام يصل بيتي ولا هقبل لأنه أنزلاش حبيث اشترع أنا بحاول أستغل وبسعه وربنا لبسي وربنا معاك يا كيد مدام عزة حضرتك سيدة شريفة سيدة مكافحة بحييكي ودي أقل حاجة ممكن أقدمهالك من ساعة لما كتبتي البوست كنت عايزة أكلمك حتى مبرح كنا نتكلم معاك ولكن الوقت للأسف ما كانش يعني يسعنا أن احنا نكلمك يعني كان ضروري أكلمك النهاردة أنا على هوا هفتح التليفونات النهاردة على مدار الحلقة إذا فيه أي شركة بتابعنا رجال الأعمال اللي بيتابعونا الناس أصحاب المؤسسات والشركات اللي عندهم أكيد وظيفة أو وظفتين أو ثلاثة أو أربعة أماكن فاضية مدام عزة سيدة مكافحة وسيدة شريفة وسيدة نزلة زي ما بيقولوك بتجري على رزق ولدها أو رزق ابنها تعرضت لموقف محدش فينا يقبل أبدا أنه يتعرض له ولا نقبل عليها كامرأة زيها ولا حد يقبله على حد لو من هنا لغاية آخر الحلقة على تليفوناتنا اللي موجودة أو يبعتولنا على الصفحة بلاش تليفونات لأنه يعني وقفة حاليا ممكن على كلام الناس ابعتولنا أو هنزل تليفون لو عندنا تليفون شباب أرجوك ونزلوه أي رجل أعمال أي مؤسسة محترمة من اللي عايزين يساعدوا شبابنا المصريين السيدة المصرية المكافحة اللي عايزين نقف جنبها كلموني على مدار الحلقة أنا محتاجة أوفر فرصة عمل لما دام عزة وإذا لآخر الحلقة ما كانش فيه نصيب أنه حد بيشوفنا في الوقت ده في حد مشغول يعني أيا كان هستنى لآخر اليوم يجلنا رسالة على كلام الناس ما كانش أنا بشكل شخصي هحاول بقدر المستطاع أني أوفر لك فرصة عمل تليق بيكي وكمان ابنك لو 3 سنين كمان محتاجين نوفر له حضانة شكل شخصي مرة تانية لو مادام عزة من هنا لنهاية الحلقة أو خلينا نقول لنهاية اليوم ما جناش رسال على كلام الناس صفحة كلام الناس أنه فيه فرصة عمل شريفة واتوفر لها حياة كريمة أبسط بأبسط يعني الأمور أنا بشكل شخصي هكون معاكي في ده بحييكي أمش عارفة معايا على التليفون ولا لأ بحييكي مادام عزة وبشكرك شكرا جزيلا ومرة تانية وتالتة بحييكي بقدم لك التحية بقولك أنت صح وإن شاء الله ربنا يرزقك من وسع عندي لوم كبير قوي على السيدة اللي عملت فيها التقرير ده ولكن رب دارات النفع يمكن التقرير ده رغم أنه حاجة وحشة وقفها من شغلها ولكن ده وصلها أنها تطلع معنا على الهوى والناس تسمعها وتعرف حكايتها وإن شاء الله تتوفر لك فرصة عمل حلوة وانزيع ده هنا وتكون يضفتي قريب في كلام الناس شكرك شكرا جزيلا مادام عزة وإحنا معاكي قلبا وقالبا لحد ما تكون أمورك طيبة